السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس اليوم عن دورة الماء في الطبيعة الله سبحانه وتعالى وهب للمخلوقات الماء لكي تعيش الماء ضروري لحياة كل المخلوقات سواء كان انسان او نبات او حيوان اليوم هنتعرف على دورة الماء في الطبيعة طبعا نحن عارفين ان كوكب الارض يسمى الكوكب الازرق لان ثلاث ارباع هذا الكوكب يتكون من الماء الماء موجود في البحار والمحيطات والانهار والخلجان يمثل حوالي 75% من سطح الارض هذا الماء معرض يوميا الى اشعة الشمس تسقط اشعة الشمس على الماء فيسخن الماء ويتبخر يعني يتحول من الحالة السائلة الى الحالة الغازية فعندما يتحول الماء الى بخار يصبح كثفته اقل فيصعد الى اعلى اولا يحدث له عملية التبخر فيصعد الى اعلى اما يصعد الى اعلى يكون السحب والغيوم داخل السحب والغيوم يحدث للماء عملية تسمى عملية تكثيف او تكثف يعني يتحول الماء من الحالة الغازية الى الحالة السائلة مرة اخر وبالتالي يسقط على هيئة مطر فسقوط الماء يسمى تساقط مائي قد يسقط الماء على هيئة مطر او على هيئة ثلج او على هيئة برد يسمى تساقط مائي تساقط مائي اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى لاحظنا في الفيلم التعليمي أن الماء يتعرض لأشعة الشمس أشعة الشمس تسخن الماء فيكتسب طاقة فيتحول إلى صورة غازية تسمى بخار الماء بخار الماء يصعد إلى أعلى فيكون الصحب بعدين يتكثف داخل السحابة ويسقط على هيئة أمطار أو ثلج أو برد طبعا في حالة تسخين الماء الماء يكتسب طاقة حرارية أما يكتسب الماء طاقة يبدأ يتحرك وتتحرك جزيئاته بعيدا عن بعضها فيقل كثافة الماء فيصعد إلى أعلى العملية الأولى التي تحدث تسمى عملية التبخر تبخر تعني تحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية تبخر يعني تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية يعني يتحول الماء إلى بخار هذا يسمى عملية التبخر طبعا من خلال هذه الأدوات نستطيع تحويل بخار الماء إلى ماء سائل بخار الماء مادة في الحالة الغازية يمكن تكثيفه وتجميعه وتحويله إلى مادة أو إلى ماء سائل مرة أخرى ماذا حدث للبخار الماء؟ طبعا حدث له عملية تسمى عملية تكثف تكثف يعني تحول الماء من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة فدورة الماء في الطبيعة عبارة عن تبخر يليه تكثف تبخر يحدث أولا يليه مباشرة عملية تسمى عملية التكثف في النشاط الثاني في الكتاب هل يمكن تحويل بخار الماء إلى ماء؟ أي إلى ماء سائل؟ بالطبع يمكن تحويل بخار الماء إلى ماء سائل عن طريق عملية تسمى عملية التكثف التكثف يعني تجميع قطرات أو بخار الماء وتحويله مرة أخرى إلى قطرات من الماء بخار الماء يتكثف عند ملامسة سطح بارد متى يتكثف بخار الماء؟ عند ملامسته لسطح بارد هذا البخار في حالة أنه يلامس سطح بارد يتكثف ويسقط على هيئة قطرات من الماء معنى التكثف هو تحول الماء من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة بالتبريد هذا معنى أن التكثف عكس عملية التبخر تبخر عملية معكسة لعملية التكثف سنتحدث اليوم عن دورة المياه دورة المياه هي حركة الماء الدائمة إلى الأعلى ثم إلى الأسفل إلى الأعلى ثم إلى الأسفل في كل العالم واحد تبخر يحدث التبخر حين تسخن الشمس قطرات المياه وتحولها إلى بخار فيصعد إلى الأعلى ثان تكثف يبرد بخار الماء داخل الغيمة ويعود إلى قطرات سائلة ثلاثة تساقط يحدث التساقط حين تكبر القطرات وتبدأ بالتساقط على شكل أمطار ثلوج برد أو أمطار مخلوطة بالثلوج ثم تدور هذه الدائرة من جديد تبخر إلى الأعلى تكثف بالغيمة تساقط إلى الأسفل تبخر إلى الأعلى تكثف بالغيمة تساقط تساقط إلى الأسفل عملية أو دورة الماء في الطبيعة عبارة عن عملية تبخر ثم تكثف ثم تساقط مائي يتبخر الماء ويسعد إلى أعلى يكون السحب والغيوم يتكثف داخل السحب والغيوم يقاول سطح بارد فيسقط على هيئة أمطار أو ثلوج أو برد في الرسم هنا مطلوب وضع البيانات على الرسم في عندنا الأرقام من واحد إلى ثلاثة رقم واحد طبعا عبارة عن تبخر أشعة الشمس تسقط على الماء فيسخن الماء فيتبخر هذا أولا بعدين يسعد إلى أعلى فيكون سحب أما يدخل داخل السحابة يبدأ يتكثف بعدين يحدث تساقط مائي سواء كان مطر أو ثلج أو برد في النشاط الثالث لوحة من الطبيعة هنركب العناصر في أماكنها المناسبة لإكمال هذه اللوحة بعدين طالب مني إعطاء عنوان لهذه اللوحة طبعا في البداية الشمس تسقط أشعتها على الماء فيسخن الماء ويسعد إلى أعلى الماء يسخن فيتبخر فيتحول إلى صورة غازية تسمى بخار الماء فيسعد إلى أعلى السهم الأحمر هنا معناه أن هذا الماء يعني ساخن تعرض للحرارة بعدين يكون الغيوم بعدين تتساقط الأمطار وتنزل إلى أسفل هذه اللوحة تمثل دورة الماء في الطبيعة الشمس تقوم بتسخين ماء البحار والمحيطات والأنهار والخلجان فعندما يسخن الماء يتحول إلى بخار فيتصاعد إلى أعلى فيكون الغيوم والصحب ثم يقابل سطح بارد فيسقط على هيئة مطر أو ثلج أو برد هذه العملية تسمى دورة الماء في الطبيعة في دعاء عند نزول المطر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا هذا دعاء نزول المطر اللهم صيبا نافعا في النشاط الذهني مطلوب إعطاء أكبر قدر من الكلمات على هذه الصورة ندرسنا التبخر والتكثف وغليان الماء هنعطي أكبر قدر من الكلمات على هذه الصورة طبعا الماء هنا في حالة سائلة الماء داخل الكوب أو داخل الإناء في حالة سائلة عند تسخين هذا الماء يتحول إلى الحالة الغازية فيتبخر ويتصاعد بخار الماء وتحدث عملية تسمى عملية التبخر يليها عملية التكثف يليها التساقط المائي اكتب على الرسم مكان حدوث عملية التبخر وعملية التكثف التبخر يسخن الماء ويصعد إلى أعلى بعدين هذا البخار يكون الصحب والغيوم بعدين يتساقط بعد حدوث عملية التكثف وينزل الماء مرة ثانية إلى الأرض تعلمنا من درس اليوم أن الماء يتحول من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة بالتبريد هذه العملية تعرف عملية التكثف أيضا التساقط المائي يعني نزول الماء من الغيوم إلى الأرض نزول الماء من الغيوم إلى الأرض على شكل مطر أو ثلج أو برد اشتركوا في القناة